موسيقى موجز لهم الأنباء أهلا بكم أعلنت وزارة صحة استشهد أربعة مواطنين في قصف صاروخي لموقع واستهداف للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطع غزة وفاد مرسلنا أن مواطنين استشهداء وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف قناصة الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرة سلمية على الحدود الشرقية لقطع غزة فيما استشهد مواطنان آخران جراء قصف استهدف موقعا في مخيم المغازي ومعنا مباشرة من المحافظات الجنوبية مرسلنا محمد أبو حطب أهلا بك معنا محمد ما الجديد لديكم في المحافظات وهل تم تشييع شهداء الأمس نعم تحية لك ولجميع المشاهدين بداية في هذه الأثناء ونحن نتحدث على الهواء المباشرة الطيران الحربية الإسرائيلي يقوم بالقصف في هذه اللحظات طائرات الاستطلاع أيضا تكون بالقصف في شرق مدينة غزة أيضا هناك قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية في هذه اللحظات شرق مدينة غزة أيضا شرق منطقة جحر الديك الآليات العسكرية أطلقت نيران رششاتها بشكل كثيف قبل لحظات باتجاه أراضي المواطنين الزراعية وباتجاه المواطنين المارة في المنطقة الأجواء هنا في قطع غزة حتى هذه اللحظة هي أجواء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي فلربما بدأ بالتصعيد بعد مسيرة أمس والتي سقط خلالها أربعة من الشهداء خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية الجماهير اليوم تستعد لتشييع أربعة من الشهداء الذين سقطوا بالأمس خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية هنا حتى هذه اللحظة الطائرات الاستطلاع تجوب أجواء قطع غزة بشكل مكثف وفي هذه اللحظات أيضا نسمع دوي انفجارات بسبب المدفعية الإسرائيلية التي تطلق قذائفها بشكل كثيف شرق مدينة غزة ولازال القصف متواصل حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها على الهواء مباشرة يعني الأجواء في قطع غزة هي أجواء توتر وأجواء تصعيد فلربما يشتد هذا التصعيد من قبل الاحتلال في الساعات القليلة القادمة فلربما يكون قد بدأ هذا التصعيد ونحن نسمع في هذه اللحظات الانفجارات شرق مدينة غزة شكرا لك مرسلنا من قطع غزة محمد أبو حطب على كل هذه التفاصيل لوحات الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أي جهة تعمل على المساعدة إيران في توسيع مفاعل بشهر نووي مطالبة بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وأكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح لإيران بنقل فائد الماء الثقيل المستخدم في تخصيب اليورانيوم لمبادلته باليورانيوم الطبيعي قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أدة صواريخ قصيرة المدى في أول عملية إطلاق صواريخ منذ عام 2017 وقال مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إنه يجري تحليلا مشتركا مع الولايات المتحدة بشأن هذه الحادثة من جهة أخرى رجح خبراء أدنى سبب إطلاق الصواريخ وعدم المرونة في موقف إدارة ترامب بشأن تخفيف العقوبات عن بيونج يانج اتفق طرفان نزاعي في جنوب سودان على إرجاء تشكيل حكومة الوحدة ستة أشهر بحسب ما أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية أيقاد وأعلنت أيقاد أن الطرفين قد وافقا بالإجماع على تمديد المرحلة ما قبل الانتقالية عقب محادثات استمرت يومين جمعت في أديسة بابا الفصيلين المتخاصمين في جنوب السودان لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام الموقع في سبتمبر من العام 2018 شكرا على المتابعة بمن الله اشتركوا في القناة